اشتركوا في القناة بعد فاصل قصير اهلا بكم مجددا موضوع حجور وما حصل في حجور خلال الايام الماضية من تفجير للمنازل من قتل حتى للنساء من تهجير للساكنين الامنين كل ذلك الانتقام الوحشي من قبل ميليشيات الحوثي ربما كانت ردة الفعل غاضبة جدا للمواطنين في كل مكان في اليمن سواء داخل اليمن او حتى خارجها لكن ايضا كان هناك غضب اكبر من الحوثي طبعا هو معروف باجرامه وربما الناس لم يعودوا يطيقونه اساسا لكن ايضا كان هناك غضب من الشرعية وما تسمى الشرعية وخذلانها لابناء حجور خصوصا مع التصريحات بان هناك كان لواءين سيتحركا من الحديدة من حراس الجمهورية وايضا الوية العمالقة هناك لانقاذ حجور لكن هناك داخل الشرعية من اجهض هذا المشروع وقال ان لديك كتائب جاهزة وسيحركها ومنع قدوم تلك الكتائب وتلك الالوية من الساحل الغربي لكن عموما نرى ردة مواقع التواصل الاجتماعي ربما هي معبرة عن رأي الناس عن مدى كبتهم مدى عدم ثقتهم حتى بما تسمى الشرعية ايضا هناك تصريحات ربما كانت صادمة لعبدالله الاشرف وهو الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة تصريحات خطيرة للغاية في مواقع التواصل الاجتماعي على صفحته في فيسبوك قال عبدالله الاشرف وهو الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجوف محاور وكتائب وجيوش والوية ولكن في الكشوفات فقط يستلم القائد التموين والامداد والدعم اللوجستي والاعتمادات والمرتبات وعند الواجب وتنفيذ المهام لا تجد الا البسطاء والمطحونين لن ننتصر حتى نصحح المسار ويحال القائد الفاسد للتحقيق والمحاسبة عندما ينحرف المسار يضيق الأفق لدى المسؤول ويتقزم طموحه وتصبح عينه على عائدات التحسين لا على التحرير ويقتنع عقيم الفكر بفواتير الدخل اليومي وينسى الواجب المقدس واستعادة الوطن الكبير الذي يتداعى عليها الأكلة والطامعون إذن الحوثي ربما يواجه أولئك بميليشيات وعصابات مدربة وحتى مقنعهم فكريا وعقائديا وكل هذه الأمور بينما حسب التصريحات فقط هؤلاء لا يتعدون أن يكون جيش على ورقة هناك 450 ألف مجند في كشوفات الشرعية لكن حسب ما يذكره الضباط وما يقوله هؤلاء فإن الشرعية بهذا الشكل فقط تسترزق من خلال هذه الأسماء وأن ضباطا أو أن ربما قيادات في الجيش تسترزق من وراء هذه الأسماء لا أقل ولا أكثر عبدالله دوبلا للحوثي إرادة وقيادة واحدة ولا إرادة أو قيادة لدى الشرعية هذه هي القصة باختصار إذن مطالب الشعب اليوم ربما هي بالتحقيق في هذه المواضيع وفي هذه الإشكاليات الخطيرة أربع سنوات ولم تستطع هذه الجيوش الجرارة التي يتضح أنها فقط على الورق حسب هذه التصريحات لم تستطع تحريك ساكن نسمع عن تباب كثيرة نسمع كل يوم كتقدمات وأعلام عن تقدمات لكن نسمع جعجعة ولا نرى طحينا كمال السلامي اعتراف مسؤول جدا للمتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة هذا ما يحدث في جيش الشرعية عشرات الآلاف على الورق فقط والهدف نهب الاعتمادات ينتصر الحوثي لأنه يخوض معركة بجيش ونخسر لأننا نخوضها بوهم قوام المنطقة العسكرية الخامسة مثلا لا يتجاوز ثلاثة آلاف جندي وهو أقل من قوام لوهاء عبد الرحيم الفتيح أيضا على فيسبوك نشر قائلا فاقد الشيء لا يعطيه شرعية هادي ومحسن تعدم حجور لعنة حجور ستلاحقكم أينما حللتم كيف لحكومة وشرعية اتسمت بالهروب من أول وهلة واتسمت بالخنوع والانكسار في أي مواجهات تركت وراءها شعب تفسد وتنهى باقتصاد اليمن كيف لها أن تساند شعبها ضد أحقر ظلم فما هو أحقر لا يمكن أن يولد الشجاعة وما هو ذليل لا يمكن أن يعطي انتصار لأجل شعبه وأمته سقطت قرية العبيسة كما سقطت مبادئ الشرعية وهادي وعلي محسن القابعين بين صادرات النفط القابعين بين الفنادق والمناصب حتى وإن سقطت تلك الدماء فلن تتعدى إلا دعمكم الساذج الذي لم يروي عطشان أو يعالج مريض أن ينقذ حياة أحد أردتم لها الهلاك فستهلكون بعدها وبنفس الكأس أو بأنفسكم أنتم فلستم أهل قيادة البلاد لا في الداخل ولا في الخارج فكيف لعصابة ولوبي مالي لم يستطع إدارة البلاد من الداخل أن يمثل الشعب في الخارج فلعنات حجور وكل مناطق اليمن ستكون لكم بالمرصاد فلا تستعجلون طبعا الكثير من الهاشتاغات أطلقها الناشطنة لما وقع التواصل الاجتماعي منها مثلا هاشتاغ بسقوط هادي يسقط الحوثي وبسقوط الشرعية أيضا هاشتاغ آخر يسقط الحوثي وكأن هادان الشيئان متلازمان بسقوط أحدهما يسقط الآخر ربما الحوثي مستفيد بما يحصل وما يحدث وأولئك أيضا مستفيدين بوجود الحوثي فعندما ينتهي الحوثي سيسلم أولئك السلطة للشعب الذي يفترض أن ينتخب سلطة جديدة وهذا ربما لا يريده هؤلاء أو أولئك مين الأغباري؟ أعلم براءتي من الشرعية المزعومة براءة الدئبي من دم يوسف الشعب يريد إسقاط هادي أما محمد سعيد الشرعبي فقد غرد بالقول من سلم صنعا ووقع على اتفاق السلم والشراكة وجمهر عقب انطلاق عصفة الحزم سيعود إلى حضن الإمامة إذا رفع التحالف يده عن اليمن جاء يقول إنه جمهوري وأيضا تغريدة أخرى لحمد الجوير حكومة الشرعية تجار الحروب حكومة الخزي والعار تعلن حجور منطقة منكوبة بعد أن سيطرت ميليشيات الحوثي على معظم مناطقها وارتكبوا فيها أبشع الجرائم والانتهاكات ويدعون الأمم المتحدة لتقديم العون والمساعدات التي ستصل إلى يد الحوثي هذا لتعلموا أنهم شركاء للحوثي بسقوط هادي يسقط الحوثي أيضا تغريدة أخرى لمحمد البيضاني في هذه اللحظات هناك الكثير من أصابع الديناميتة التي تغرس في بيوت أحرار حجور استعدادا لنسفها وتسويتها بالأرض نسف منازل الأحرار في حجور يسبقه نسف أركان شرعية هادي المزعومة الممتلئة بالعناصر الهاشمية والإخوانجية لا شرعية لمن خذر الشعب بسقوط هادي يسقط الحوثي طبعا الغريب في الموضوع أن وزير دفاع هادي تجه إلى مارب وقال أنه رفع المعنويات لدى أبناء الجيش والجاهزية من أجل القضاء على الحوثي ربما هذه الخطوة كانت مستفزة كثيرا للمواطنين اليمنيين في يوم سقوط حجور تذهب وتقول رفع الجاهزية وتجتمع مع مجموعة من الضباط والعسكر والجنود أين هؤلاء لماذا خمسون يوما مرت وأنت تتفرج على ما يدور في حجور وأبناء حجور يناشدون الجميع يناشدون العالم التدخل وأنت ربما لا تسمع شيئا ما أشبهك بعباس في ربما قصيدة لأحمد مطر هذا أنت لا تسمع لا ترى لا تاعي وبعد ذلك يوم السقوط تذهب وتقول رفع الجاهزية هكذا يردنا الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدنا الراجحي وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي القبطان نامق يعقد اجتماعا بقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة وقادة قوات التحالف العربي في مأرب وعلى قولتهم استعرض معهم المستجدات الميدانية والعسكرية وسير العمليات الميدانية وأحوال المقاتلين في الجبهات وكمان نقل لهم تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح يعني قل لهم الرئيس والنائب يسلم عليكم يا خبره بالمختصر لماذا تصر الشرعية على أن تجعل عامة الناس يسخطون عليها كل هذا الصخط وهي تعلم جيدا أن ذلك هو خدمة مجانية لميليشيات الحوث الانقلابية لماذا لا تدرك حجم الكارثة التي حلت على شعب أكمله بسبب التقصير في مهامها التي ارتبطت بمصيرنا جميعا أيضا تغريدة أخرى لرياض الدبعي من خذ الحجور لا يمكن أن يحرر صنعاء وأيضا تغريدة أخرى للدكتور صلاح العبهلي وزير الدفاع يأكل المفطح في السعودية منذ تعيينه واليوم وصل مأرب وهدفه طبعا ليس قتال الحوثيين بل امتصاص غضب الناس ونقمتهم من شرعية الفنادق بتصريح فارغ وبعد ذلك سيعود لغرفته في الفندق كالعادة بسقوط هادي يسقط الحوثي أيضا تغريدة أخرى لحساب باسم الحكيم قال فيه لكم الله يا أهل حجور الشرعية خذلتكم لأنها لا تريد أن يكون هناك انتصار من غيرها الشرعية تريد استمرار بقائها وبقاؤها لن يطول إلا باستمرار الحرب واستنزاف التحالف منذ أربع سنوات حرب لم تحقق الشرعية أي تقدم على الأرض أو الاقتصاد إلا ما حدث من تقدم بيد غيرها حرب قائمة وجيش لا يحارب عربيا أيضا لقي تفاعل ما يحدث في حجور الإعلامي المصري أحمد الأشقر على صفحتي في فيسبوك كتب مقتل أبو مسلم الزعكري خلال معارك حجور يؤكد أن أطرافا يمنية أو إقليمية لا تريد حضور أي شخصية وطنية في المشهد ترى أن اليمن قبل المذهب والقبيلة أما رمز العيسى أيضا على صفحتي في فيسبوك فقد نشر قائلا لكي تنتهي الحرب ويتوقف نزيف الدم اليمني نحن بحاجة إلى رحلة سياحية لكل القادة السياسيين شرعية وانقلاب على متن طائرة إثيوبية طبعا هو يتحدث هكذا بعد سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة والتي قيل أن هناك يمن واحد كان على متنها لكن هو المقصود من منشوره ذلك بأن تسقط الطائرة بهم وربما يستريح اليمنيون منهم إلى الأبد عبدالوهاب طواف الكبار يضعفون ولكن لا يموت الأوطان لا تنتشل إلا بأيدي العظماء وبقدر المخاطر تأتي التضحيات المطلوب توقيف جهود استعادة الدولة والبدء الفوري بتطبيب جسد الشرعية فالمركب المثقوب لا يحمل الناس إلى الشاطئ إذن هذا كان رأي السفير عبدالوهاب طواف وأن الشرعية ربما تحتاج إلى التطبيب أكثر أيضا الإعلامي عبدالله إسماعيل غرد بالقول مبادرة لتصحيح مسار الشرعية تعيين نائب رئيس مقبول من جميع الأطراف يتم نقل صلاحيات الرئيس له ليبقى الرئيس مشرفا على عمليات التحرير وتطبيق المرجعيات تشكيل حكومة أزمة بعشر وزارات تفعيل البرلمان الرقابي والتشريعي وعقد جلسته في الداخل عاجلا عودت قيادات الشرعية والحكومة للداخل وتغريدة أخرى أيضا لصحفي والإعلامي مصطفى أحمد نعمان تابعة الحملة الإعلامية التي باعت الأوهام للناس بقرب انتصار لم يتحقق ومتواليات التصريحات النارية بأن النص القادم لا محالة المفردات التي استخدموها منذ العام 2015 للإعلان عن تحرير تعز لم تتبدل الأبرياء غالقون على الأرض والمستفيد الحقيقي يعيش خارج البلاد هل تتذكرون قادمون يا صنعاء؟ الحوثي يعمل جاهدا في الداخل يحاول تغيير المفهوم والعقائد والأيدولوجيا لدى المجتمع وهؤلاء فقط ربما يفكرون بأكبر قدر من المناصب أو الدخل أو ربما الأرصد وكل هذه الأمور التي تحدث عنها الناشطون لنرى مثلا ما يسوقه الحوثي وهو خطير للغاية داخل مدينة الحديدة طبعا هو مستفيد من إيقاف معركة الحديدة هناك فبسيم الجناني ربما يلقي الضوء على جانب آخر من هذه الجوانب ومحاولة أدلجة المجتمع في الحديدة بسيم الجناني في تغريدة لو على تويتر قرار رسمي من نزارة التربية في الحديدة لترديد الصرخة في جميع المدارس بعد النشط الوطني وتحية العالم ابتداء من اليوم وبدأ تنفيذ القرار اليوم من مدرسة خولة بنت الأزور بمديرية الحوك إذن هكذا يرى الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحوثي وشرعية ربما هما وجهان لعملة واحدة وبسقوط إحدهما سيسقط الآخر تلقى إلينا